يوم انتخابات الجمعية التاسيسية في فنزويلة تلون بحمرة الدماء حيث سقط عدة قتلى في صفوف المعارضة والجانب الحكومي على السوا وتحولت بعض مناطق البلد إلى ما يشبه ساحات حرب ترتفع منها أعمدة الدخان في كل مكان رغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن وملاحقتها معارضين كانوا يقطعون طرقا في غرب العاصمة وقد دفع الرئيس الحالي نيكولاس مادورو باتجاه إجراء هذه الانتخابات رغم رفض المعارضة الفنزويلية لها وكان هو أول الناخبين الشعب الفنزولي برهن على أن دماء الحرية تتحرك في أوريدة رجاله ونسائه وأطفاله وشبابه عندما يتحدهم القدر وفوضى حكم الأقلية والاستعمار وقاطعت المعارضة هذه الانتخابات ولم ترشح أحدا من صفوفها وقد دعت إلى تجمع كبير في العاصمة كاركاس يومي الاثنين والأربعاء وإلى إقامة عوائق في كل أنحاء البلاد رغم أن الحكومة توعدت بفرض عقوبة تصل إلى السجن عشرة أعوام على كل من يعرقل العملية الانتخابية المعارضة رفضت القبول بالنتائج التي أعلنتها السلطات متعاهدة بالاستمرار في العمل وصولا إلى نظام دستوري نحن لا نعترف بعملية الاحتيال هذه فهي لا تمثل شيئا بالنسبة لنا وسنستمر في كفاحنا حتى تعيد الحكومة العمل بالنظام الدستوري والديمقراطية ويتاح للشعب الفنزويلي ممارسة حقوقه المشروعة وسط هذا التوتر الشديد نددت الولايات المتحدة على لسان وزارة الخارجية بانتخابات الجمعية التأسيسية متواعدة بفرض عقوبات قوية وسريعة وتعهدت الخارجية الأمريكية في بيان بالوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي وممثليه الدستوريين وهم يشقون طريقهم نحو ديمقراطية مزدهرة التصويت كان مهزلة وعملية احتيال يجب أن لا تعترف بها أي دولة مسؤولة مادورو أمر بهذه الانتخابات غير الدستورية لاختيار خمسمائة شخص جميعهم يتفقون معه على استمراره في فرض أجنتته الاشتراكية ويتمتع معارضو مادورو بغالبية في البرلمان ويعتبرون الجمعية التأسيسية وسيلة لجأ إليها الرئيس للتمسك بالسلطة والالتفاف على البرلمان المنتخب وتجنب انتخابات رئاسية مقررة نهاية العام المقبل